خلينا نعرف تفاصيل أكتر عشان كده حيكون معانا المهندس عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاء مساء الخير يا بش مهندس مساء الخير يا فهندس أهلا بحضراتك أستاذ المشاهدين أهلا بيك ليه هذا القرار في هذا التوقيت؟ القرار ده يعني نتج عن دراسة بفترة طويلة نحن حضراتك كان آه يعني مش قرار مفاجئ يعني فيه دراسة بقالها فترة عالية طبعا يا فهندس نحن في الأول زي ما حضرتك تفضلتي كان عندنا خطين للمترو آه ما كانش عندنا شبكة خطوط مترو بالمعنى المفهوم نحن وبعدين المخطط الاستراتيجي للدولة آه حط خطة طموحة جدا نحن نحول الخطين إلى شبكة مكونة من خمس خطوط ورطاها بوسائل جار الكهرابي مختلفة تانية سواء المونوريل أو الـ RT أو الـ High Speed Train فالكلام ده كله كان بيستدبعه إن إحنا لازل نفكر غير إنشاء هذه الخطوط إحنا هنديرها إزاي؟ وحنحافظ عليها إزاي كمان إزاي هنحافظ عليها إزاي والاستدامة بتاعتها إزاي وإزاي أحافظ على المستوى المرتفع لأداء الخدمة فوجدنا إن هيبقى غير منطقي إن إحنا نسمد هذه الشبكة أبيل كامل إلى شركة الشركة الوطنية للإدارة والتجارية شركة الدولة وبالتالي فكرنا في اسلوب إدارة جديد نعمل ارتقاء ونعمل نوع من أنواع الاستدامة فاستعالنا ونتيجة دراسات كتير بشركة فرنسية RTP Dev دي الشركة رقم خمسة على مستوى العالم بتدير في حوالي كل شركة خطوط فرنسا اللي هو على لها حوالي 100 شركة في دول العالم المختلفة طيب إيه يا فندم الدور اللي هتقوم بيه الشركة بالزبط أو إيه اللي هتقدمه؟ إيه المختلف يعني في الإدارة الجديدة دي مقارنة بالإدارة الحالية أول حاجة يبقى في نقل الخبرات احنا بنبتدي من آخر ما توصلوا إليه في فن الدارة العمالة المصرية دي مكونة من 90% من عيكة للشركة وبالتالي حصلوا على تدريبات أعلى مستوى عالمي في الإدارة والتشهيل والصيانة أنا أتقل بمستوى الخدمة لها معايير قياس الكفاءة عشان أضمن أن المرفق دي يحافظ على مستوى العالي وبالتالي في معايير كتير في التعاقد بتحكم معايير الأداء علاوة على النهب بيخلق نوع من أنواع التنافس مع الشركة المصرية وبالتالي يحصل نوع من أنواع الاتقاذ في مستوى أداء الخدمة طيب هل ده بقى حينعكس على الخدمة بالنسبة للمواطن؟ طبعا إزاي بقى؟ الخدمة نمرة واحد نظافة المحطات الاستدامة بتاعتها الخدمة المعدالة للراكب سواء الراكب العادي أو أخواتنا زيوة الاحتياجات الخاصة سيانة في التوقيتات المقلوبة قطع الغيار الأصلية التوقيتات التقاطر أو زمن التقاطر ما بين المترو والتاني بيتم الحفاظ عليها بدقة شديدة لأن لو حصل اختلاف فيها ده بيبقى نوع من أنواع بيتعمل نوع من أنواع الحساب إن كل دي زي ما أقول لحضرتك معايير الجودة اللي إحنا ملتزمين بها في التعاف